تعديات مستمرة تفصح عنها الشركة العامة للكهرباء مراراً وتكراراً بين سرقة للأسلاك وتعد على المحطات لتصفر في أوقات كثيرة على أحداث إدلام عام وكامل على المناطق الغربية والجنوبية إن لم تقتصر على منطقة معينة لتحرمها من الكهرباء لأيام أو ربما لأكثر وفي ذل تذمر المواطنين واستيائهم وفقدانهم للتقى في كل ما تنشره الشركة أعلن الإربعاء عن تشكيل غرفة أمنية لتوفير الحماية لكثة منشآت الكهرباء بعد اجتماع أمني رفيع المستوى حضره رئيس المجلس الرئاسي وأمراء المناطق العسكرية وقوة العمليات المشتركة فضلاً عن الردع وبعد الإعلان عن تشكيل هذه الغرفة حدرت القوة المشتركة من العبت أو المساس بمحطات التوزيع والتحكم في كامل المنطقة الغربية مؤكدة عزمها القبض على المخالفين وإحالتهم إلى القضاء جهود قد تقوض الاعتداءات على الشبكة قليلاً ولكن يبقى الفساد هو السبب الرئيسي في تدني خدمات الشركة العامة للكهرباء وفي حالة النهب والسرقة المتكررة حسب تأكيد وزير الداخلية فتح بشاغة ورئيس ديوان المحاسبة في وقت سابق خالد شكشك فقد أكد بشاغة أن تغيير مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء لن يحدث أي تأثير في ظل توجه عيون الفسدين إلى المليارات القابعة في أملاكه ومخصصات الشركة في إشارة منه إلى أن الفساد المستشري في القطاع سيقف عائقاً أمام كل الجهود الإصلاحية وفي ظل تصاعد المطالبة من قبل المواطنين بوضع حلول جدرية لهذه الأزمة يبقى الواضح والجلي للعيان الآن أحاديث تترجم في محاضر اجتماعات كحبر على ورق فقط بدون تنفيذ أي منها حتى الآن